السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار صارة عن العلاوات الخمس شاهد بعد تفسير تقرير الخبير معاشك الشهر هيكون كام وهتصرف مبلغ متجمد كام الأحباب الكرام زي ما قلت لحضراتكم أخبار صارة عن العلاوات الخمس وده بعد تفسير تقرير الخبير معاشك الشهر هيكون كام وهتصرف مبلغ متجمدة كام طبعا ما انتش متخيلين المعاش هيكون قديه ده ممكن يزيد 2000 جنيه وممكن يزيد 3000 جنيه كمان شهري ومبلغ متجمدة تصل من 10.000 جنيه حتى 72.000 جنيه وده بينطبق على اللي ما صرفوش علاوات خالص واللي صرفوش في 2021 ده هنتعرف عليها بالتفصيل حتى 2024 ما عليكم إلا متابعة الفيديو للنهاية وعمل شير للفيديو على صفحتكم الشخصية والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمتكم ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام في كل مكان بداية أحب أفرحكم بالآتي أولا أصحاب المعاشات والورثة الذين صرفوا من قبل بالقانون 25 لسنة 2021 لا يخص الحكم وأن من صرف ما زال لهم أو ما زال حقهم 80% من العلاوات الخاصة حسب تصريحات محام المعاشات وما يخص القطاع الخاص الذي كان يحصل على علاوات خاصة أو الشركات التي تم خص قصتها لها الحق في العلاوات الخمس مثل القطاع الحكومي تماما وفقا للحكم أصحاب المعاشات والورثة الذين خرجوا في ظل القانون 148 من حقهم بعد صدور الحكم النهائي للعلاوات الخمس 20% من العلاوات ثانيا العلاوات لم تصدر دفعة واحدة يا جماعة ولكن كل علاوة اجتماعية أنزاك كانت بقانون وضمها للأساسي كان بعد خمس سنوات وعلشان كده بيختلف المبلغ من شخص آخر حسب الحساب أو الحسابات المالية ستكون من بداية أول علاوة تم ضمها للأساسي يعني من بداية 1992 يعني إذن حساب العلاوات من 87 والحساب المالي من 92 الزملاء الكرام عندنا أساسي ومتغير والإثنين هما المعاش بتحضرتك الشهري العلاوة لو تم ضمها بتستفيد منها في زيادة المرتب وبعد كده في المعاش ولكن بعد ربط الأساسي بالموازنة بالأساسي 2014 لم يتغير المرتب ولم تضم أي علاوة للأساسي بعد ذلك وبالتالي تم وقف المرتب على أساسي 2014 حتى الآن ولم تضم 9 علاوات حتى الآن للأساسي وبالتالي العمعاش بيكون بسيط جدا اللي هو المعاش الشهري وأيضا المكافأة علشان كده إحنا عندنا علاوة بتضم للأساسي وعلاوة اجتماعية بتضم للمتغير ودي قبل 2014 بعد 2014 زي ما قلت لكم 9 علاوات لم نستفيد منها ولم تضف أصلا للمعاش عند خروج الموظف للمعاش في ظل القانون 79 حتى 2019 وبالتالي معاش حضرتك بالتدرج من 1987 حتى النطق بالحكم النهائي لكل من خرج معاش حتى 2024 حسابات تعرفها على عجالة الخمس علاوات الأولى كانت 160 جنيه خمس علاوات الثانية 152 جنيه الخمس علاوات الثالثة 148 جنيه وهكذا بمعنى أن زيادة تدرج معاشات أن زيادة تدرج المعاشات بيكون مرتبط بالعلاوة المضمومة والعلاوة الجديدة هتكون نسبتها كام مثال يعني إذا كان معاش حضرتك 220 جنيه سيصبح أكثر من 4200 جنيه ولو بتقبض 4000 جنيه هتقبض 5600 جنيه وهكذا وما ينطبق على أصحاب المعاشات ينطبق على الورصة المستفدين من المعاش طبعا التدرج ده بيختلف من شخص الآخر حسب أساسي عند خروجه للمعاش وعلى عدد علاواته وقيمة العلاوة آخر علاوة يا جماعة كانت في 2024 كانت 15% إذن المعاش هيطلع 11674 جنيه فاصل 96 إرش حتى 36 2024 والمتجمد يصل من 10,000 جنيه حتى 72,000 جنيه ونصف تظلونا مع أخبار جديدة على خناتكم هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته